ايه هي? معاملات اللي بتغيرلي او بنسميها The Rating Factor بتغيرلي في قيمة الكابل اه مهمه جيدا احفظ معي يا شباب خمسه The Types of the Rating Factor The Temperature The Ambient Temperature The Ground Temperature يبقى لو في الهوا Ambient Temperature لو تحت الارض يبقى Ground Temperature طيب The Groupling Factor انا هحط الاسلاج دي او الكابلات دي اعمل لهم Groubling ازاي تمام طيب المقاومة النوعية للكابل كام هنروح لكتالوجات السويدي انا جايب الداة دي من كتالوجات السويدي هنلاقي الـ Air Temperature عايز الناس تفهم يا شباب انا فيها عندي احنا قلنا الـ Air Temperature في الـ Air Temperature قلنا بيتحمل لحد سبعين درجة سيليزيس والـ XLBE الـ Rated 90 درجة سيليزيس طب درجة الحرارة اللي انا ما بضربش فيها في الـ Rating Factor او بتبقى واحد اللي هي عندي اربعين يبقى اخد قياساته عندي اربعين طب انا كل ما بتزيد درجة الحرارة خلي بالك بضرب في الـ Rating Factor اقل من واحد يعني في حالة 45 زاد خمس درجات عن الـ Rating بضرب في 95% زاد عشر درجات بضرب في 82% خلي بالك الرقم ده هنجيله دلوقتي لو انا حاطت كابل في الهوا والكابل ده PVC تمام انا لازم اروح اجيب الـ 82% في حالة درجات الحرارة خمسين درجات الحرارة خمسين بجيب الـ 82% لو العزل بتاعي XLBE بجيب 89% طب لو درجة الحرارة دي بيت اقل ده يبقى افضل لو اقل من الـ 40 بضرب في 1.8% اللازم تبقى يا شباب فهم الـ Rating Factor درجة الحرارة في الـ Ambient Temperature او في الـ Air Temperature اللي هي الافتراضية 40% لو انا زدت عن الـ 40% بضرب في فاكتور اقل من الواحد اما لو درجة الحرارة بيئت اقل من الـ 40% ده افضل بالنسبة لي بضرب في الـ Rating اكبر من الواحد انا غالبا باخد Temperature لو تبقى اعلى من الـ 40% فبضرب في الـ Rating Factor خاص بالـ Temperature اقل من الواحد الـ Rating Factor الـ Ground Temperature درجة الحرارة في حالة الأرض في الأرض باخد الـ Basic عندي عند الـ 35% القيمة اللي انا بضرب فيها في 1 عند الـ 35% لو اكتر دايما طبعا في درجة الحرارة الاعلى بضرب في فاكتور اقل من الـ 1 93% و 85% في حالة الـ 45% 76% درجة الحرارة 50% بيئت بضرب في 76% في حالة 55% بضرب في 65% الـ Bird dips في العمق خلانا نبدأ نشوف العمق دا نشير زي دبس عمق أو العمق بتاع الدفن لو انا عنده 50 سنتي أو 60 سنتي أو 80 سنتي أو متر احنا بندفن عند تمام 80 سنتي مثلا طيب انا بتدفن هنا عندي في الـ Ideal في حالات الابتو لحد 70 ملي متر تربيع عند الواحد عند 50 سم من 95 ملي متر تربيع لحد 240 من 300 واكبر من 300 بكل ما بنزل بعمق الدفن يعني بنا بدفن دلوقتي عند 80 سم يبقى انا هضرب لو الكابلة اقل من 70 ملي متر تربيع بضرب في 97 ملي متر طب من 95 إلى 240 بضرب في 96 من 300 وانت طالع بضرب في 94 90 من 100 كل الناس فهم يا شباب لو ازيد من المتر بقى بكمل لحد 2 متر في نفس بعد كده دي معلومة مهمة جدا طبعا في ناس كتيرا جدا يجيب لك والناس بتاعت التقريب دي يقول لك لازم ابقى عارف ان هو بياخد عند الدفولت بتاعه عند 120 يا ريت نحفظ الرقم ده لو زاد عن 120 بيضرب في فاكتور اقل من الواحد لو اقل من المية وعشرين بيضرب في فاكتور اكبر من الواحد بعد كده معامل تصحيح الكابلات المتجاورة المتجاورة المجموعة من الكابلات محتوطين افقيا او رأسيا في الهواء في الجروبينج فاكتور ده بيبقى عبارة عن لو معامل تصحيح الكابلات لمجموعات افقية لو كابلين او تلاتة او من اربعة لخمسة او من ستة لتمانية او اكتر من تسعة بضرب في جروبينج فاكتور طبعا الـDrating Factor الكلية باخد كل الـFactor's اللي احنا اخدناها تمام واضربهم في بعض يديني Total Drating Factor معلومة مهمة جدا لما بكون في الـ Ground في عندي ثلاث حاجات تاني الـDrating Factor في الحاجات المدفونة تحت الارض في عند الـ Temperature وعند الـ Dips اللي هو العمق وعند الـ Soil Selimer محدش يقولي الـ Soil Selimer Resistivity وانا حاط الكابل على كابل تريي تمام طيب ده لما يكون الكابل مدفون في الارض طيب لما يكون الكابل في الهوا بجيب الـ Temperature و الـ Grouping Factor بس بشوف طبعا لو درجة الحرار اهو مثال هناخده دلوقتي 50 في حالة الـ PVC باخد 82 ممية لو قلتلكم عليها أو XLPE 89 ممية لما بيكون عندي Ground باخد Temperature وDips Soil Selimer Resistivity بلاقي ان في حالة الـ BVC 76 و 70 ممية بحالة الـ XLPE 85 ممية ده عنده عمق الدفن اللي احنا قلنا عليه الافتراضي 80 صندي عايز افكر الناس زي ما احنا حفظنا الـ Rating الخاصة بالكابلات عايزين نفتكر ونحفظ مع بعض الـ Rating الخاصة بالـ Circuit Breaker عشان لما ندخل على الـ Design انا عندي الـ Circuit Breaker اللي في الجزء بتاع الشرح عندي تلات انواع الـ Miniature Circuit Breaker الـ MCB الـ Rate بتاعه بيبدأ من 10 10 أمبير 16 20 أحفظ 25 فيه 30 تمام ده حسب الشركات المصنعة فيه 32 40 50 63 80 100 125 اخر في الـ Miniature Circuit Breaker الـ 125 في المولدد كيس سيركيت بريكر الـ MCCB ببدأ من 16 لحد 1600 بمر بكل الـ Range دي طبعا الـ MCB والـ MCCB يتقطعوا على حد الـ 125 ده مكرر انا من بعد الـ 125 يعني الـ 160 والـ 200 والـ 250 لحد ما وصل لـ 1600 ده موجود فيه MCCB النوع الثالث اللي هو الـ Air Circuit Breaker من 600 من 630 أيوا من 630 إلى 6300 ده Air Circuit Breaker ده Air Circuit Breaker هنشوف ان الـ Air Circuit Breaker و المولدد كيس سيركيت بريكر بيتقطعوا في المسافة اللي هي من 630 إلى آخر المولدد كيس سيركيت بريكر اللي هو 1600